كان محمد صلى الله عليه وسلم قد حاز من الأخلاق والآداب والكمال أعلاها وكان من كماله عليه الصلاة والسلام رجحان عقله وجودة فطنته وقوة إصابته وصدق ظنه وحسن نظره للعواقب فمن فطنته عليه الصلاة والسلام ما حصل في تلك الحادثة قبل البعثة النبوية من حل الخلاف الذي حصل بين بطون قريش في وضع الحجر الأسود والتي حارت فيها عقولهم الكبيرة وذلك أنه قبل البعثة بخمس سنين جاء سيل فهدم الكعبة فتعاونت قريش في بنائها حتى بقي وضع الحجر الأسود في مكانه فتنازعت بطون قريش حتى كادوا يقتتلون ثم تراضوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل من هذا الباب ورأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال عليه الصلاة والسلام هلم ثوبا هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده عليه الصلاة والسلام هذا مما آتاه الله من الكمال قبل البعثة بعد البعثة صار ذلك أضعاف أضعاف فلما أسر الصحابة غلامين من قريش وسألهم الصحابة سألوهما عن عدد الكفار رفضوا الجواب عن عدد جيش المشركين فسألهم عليه الصلاة والسلام كم القوم قال كثير قال ما عدتهم قال لا ندري قال كم ينحرون كل يوم يعني كم بعيرا ينحر لطعام الجيش قال يوما تسعا ويوما عشرا فقال عليه الصلاة والسلام القوم بين التسعمائة إلى الألف وهكذا كان فاستنبط من أكلهم كل يوم عددهم وكانوا يعلمون أن الجمل يكفي مئة من الناس في الأكل تقريبا وكان عليه الصلاة والسلام له من حسن التفكير والاهتداء أنه عرف قاتل أبي جهل فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبي جهل قلت نعم ما حاجتك إلي يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس يعني قبل المعركة قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمر بن الجموح وكان الآخر معاذ بن عفراء رضي الله عنهما روى البخاري المسلم فمن ولوغ السيف في الدم وهيئة الدم على السيف عرف من طعنته التي كانت القاتلة مع أن كليهما طعنه أبا جهل لعنه الله من فتنة عليه الصلاة والسلام الطريقة التي سكن فيها الفتنة التي كادت أن تنشب بين المهاجرين والأنصار لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه على القفى وكان هذا من الإهانة عند بعض العرب قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال دعوها فإنها منتنة قبيحة خبيثة هذا التنادي مع أنه شعارات إسلامية لكن لأن تفرق الصف صارت دعوة الجاهلية عبد الله بن أبي المنافق سمع بالذي حدث قال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعله قام عمر قال يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال عليه الصلاة والسلام دعوه لا يتحدث ناس أن محمد يقتل أصحابه وفي رواية قال أذن بالرحيل يعني الجيش يسير في ساعة ما كان يرحل فيها فلقيه أسيد بن حضير فسأله يعني لماذا سار بالناس في ساعة عادة تكون ساعة راحة فأخبره وأن من إشغال الجيش عن هذه الإشاعات والأقوال أن يسير بهم قال أسيد فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسه وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشغلهم عن حديث الفتنة وكذلك من الفطن أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدث أحدكم في صلاة فليأخذ بأنفي ثم لينصرف لأنه يوهم أن به رعافا حتى لا يكون أمره مفتضحا بين الناس وهذا من الوحي وكذلك من فطنة عليه الصلاة والسلام في حلول المشكلات أن رجلا جاءه يشكو جاره قال اذهب فاصبر رجع يشكو إليه قال اذهب فاصبر ثلاثا ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاطرح متاعك في الطريق خذ عبش البيت نزله في الشارع فطرح الرجل متاعه في الطريق نزل عبش البيت حطه في الشارع فجعل الناس يسألونه يمرون عليه إيش فيك فيخبرهم خبر جاري جاري ما خلاني ما خلاني أعيش فجعل الناس يدعون على جاره فعل الله به وفعل وفعل والجار يرى يرى الناس تمر وتلعنوا وتمر وتدعوا عليه وتمر فنزل قال ارجع 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 لا ترى مني شيئا تكره والحديث روى أبو داود وحديثا صحيح هذه من الفطنة العظيمة كيف صار ذلك الجار خراص رغما عن أن فيها كفأذا من فطنة عريصات والسلام أنه لما قدم أصحاب مكة قال المشركون وهنتهم حم يثرب فجلس المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط وبين الركنين في المكان الذي لا يراهم فيه كفار قريش لأنه كفار من ناحية الثانية احتشدوا في تلك الجهة أمرهم عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يمشوا ليرتاحوا هذا فيه إظهار القوة أمام المشركين واستبقاء القوة لأصحابه فوقت الإغاظة أمرهم أن يرملوا وقت الذي لا داعي المشركون لا يرونهم أمرهم أن يمشوا مشيا عاديا ليرتاحوا قال المشركون لما رأوا المنظر هؤلاء الذين يزعمتهم أن الحم قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا يعني أنشط من كذا وكذا وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الرمل صار بعد ذلك سنة ولما صار الصحابة يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان يعني في القوة والنشاط والرشاقة قال ابن عباس فكانت سنة رواء داود طبعا هذه الفطنة في الحرب الإعلامية بين المسلمين والمشركين أدارها عليه الصلاة والسلام بغاية الاقتدار والفطنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج إيش يعني أسمح أسهل لتوجه إلى المدينة يعني بعد ما انتهى من الحج نزل في الأبطح مكان فسيح في انتظار الرفقة ومبيت وراحة قبل الانطلاق للسفر اختيار لذلك المكان من فطنته عليه الصلاة والسلام طبعا بعض العلماء قالوا بل هو من السنة على أي حال اختيار المكان وحتى طريقة عليه الصلاة والسلام في الإخبار في الغزوات لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها التورية يريد مثلا أن يغزو شرقا فكأنه يشير إلى جهة أخرى يظن من يرى أنه يريد جهة الغرب من فطنته عليه الصلاة والسلام كيف يقنع أصحاب الشكوك بما ترتاح به نفوسهم أتاه الرجل قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود طبعا هذه جملة فيها تعريض يعني أنا لست أسود وزوجتي ليست سوداء ولد لي غلام أسود من وين هذا فالرجل ما عاد مرتاحا الآن الآن يظن بزوجتي سوءا الآن يظن أنه في شيء حصل في غيابه يظن أنه ويظن ليش كيف طلع الولد أسود لا أنا أسود ولا الزوجة سوداء فجاء يعرض بعبارة يقول ولد لي غلام أسود النبي عليه الصلاة والسلام فهم مباشرة مباشرة فهم ماذا يقصد الرجل حتى يريحه قال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر النوع اللي عندي لونها حمر قال هل فيها من أورق ما فيها واحد لونه كذا مختلف عنها أورق بياض إلى سواد سواد مغبر قال نعم فيها قال فأنا ذلك إذا كانت إبلك كلها حمر هذا من وين طلع قال لعله نزعه عرق يعني في الوراثة في الهندسة الوراثية في الجينات ممكن ممكن عرق من الجد الخامس من الجد الرابعة يطلع الآن في الجيل هذا في المولود هذا معروف هذا في قوانين أو في علم الوراثة عليتي حال الرجل قال لعله نزعه عرق البعير هذا قال عليه الصلاة والسلام فلعل ابنك هذا نزعه عرق رواه البخاري ومسلم يعني يمكن في أصولك أو في أصول امرأتك كان في أحد من الأجداد أو الجدات فيها سواد وفعلا وجدوا بالسؤال أن جدة لذلك الرجل كانت أمة سوداء ومن فطنة عليه الصلاة والسلام في حسن الإجابة أن امرأة من جهينة جاءت إليه تقول إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها نذرت خلاص يعني صار واجبا عليها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أخذ الله فالله أحق بالوفاء هذا محمد بن عبد الله صاحب الفطنة والصواب صلى الله عليه وسلم نسأل الله صلى الله عليه وسلم